اهلا وسهلا بكم من جديد عزائي المشاهدين نستعرض معكم قراءة سريع على اهم مناشرات الصحف والمواقع وايضا ما تم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة اللي فاتت ونبدأ في المركز الاول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على خلفية استقباله لنظيره الاردني وايضا متابعته مع وزير الكهرباء موقف المشروعات الجاري تنفيذها في المركز التاني وزير الشباب ورياضة الدكتور أشرف صبحي بعد عدد كبير من التصريحات الازعية من ضمنها كان تأكيده لانضمان محمد صلاح لمعسكر المنتخب القادم وقال ان في تواصل دائم بينهم كما نتكلم عن قرار زيادة ساعة الجماهير في المباريات وعن عدم تدخله في الأزمة بين حسين الشحاية لعب الأهلي ومحمد الشيبي لعب برمز في المركز التالت الفنانة والمنتجة سعاد يونس بعد اعلانها لإعادة عرض آخر أفلام عد الإمام زهايمر في السينيما بالتزامن مع عيد ميلاد الزعيم في 17 مايو المقبل في المركز الرابع وزير المالية الدكتور محمد معيد وحديثه خلال الجلسة العامة أمام مجلس النواب واللي تم تناول فيها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 وأخيرا الفنانة السورية نسرين طافش بعد إصدار حكم بين قضاء الدعوة الجنائية في الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها ثلاث سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح ولكن المحامي بتاعها أكد أن رغم الصلح إلا أنها ما زالت ممنوعة من الصفة وتحتاج شهادة من المحكمة بانتهاء الدعوة كمان معانا حيث كشفت وزارة الداخلية ملبسات مقتل